تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي عن الفترة الأخيرة التي عاشها مع منشستر يونيتد تحت قيادة الهولندي إيركتينو هاج حيث صرح كريستيانو لقناة سبورت تيفي قائلا في بعض الأوقات عليك المرور ببعض المصاعب لترى من يقف بجانبك فليس لدي مشكلة في قول إنني مررت بفترة صعبة في مشواري ومستوى تراجع كثيرا لكن لا وقت للندم فالحياة تستمر أيا كانت وما عانيت منه كان جزءا من تشكيلي فحينما تكون على قمة جبل فلا ترى غالبا ما أسفله وأضاف النجم البرتغالي لقد مررت بمرحلة سيئة من مسيرتي الاحترافية فليس لدي أي مشاكل في الاعتراف بذلك لكن الحياة تمضي فلقد عرفت منهما الأصدقاء الحقيقيين في تلك اللحظة الصعبة ووصل النجم البرتغالي الآن أنا أكثر استعدادا وما تعلمت تكان مهما لأنني لم أمر بما مررت به خلال الأشهر القليلة الماضية والآن أن رجل أفضل وكان منشستر يونيتد قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو قبل كأس العالم 2022 بسبب إجراء كريستيانو حوار تلفزيوني انتقد من خلاله إدارة النادي والجهاز الفني الحالي والسابق ويستعد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال لظهور استثنائي حال تواجده في تشكيل منتخب بلاده للمباراة المقبلة أمام الاشتنشتين غدا الخميس في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة اليورو 2024 وبحسب صحيفة كوريري ديلو سبورت فإن كريستيانو سيصبح أكثر لاعب مشاركة على مستوى المنتخبات حال ظهوره في مباراة البرتغال غدا اشتركوا في القناة